أفاد إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تجاوز خمسة ملايين. وقد تجاوز عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة عدبة سبعمائة ألف وفقا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز. وتشكل إلزامية وضع الكيمامات عقبة أساسية لتحولها إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأمريكيين. وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين كما في تكساس وفلوريدا إلى حظر إلزامية القناع بحجة أن ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية. يأتي هذا في وقت تلقى فيه أكثر من خمسة وخمسين في المئة من سكان اللقاحة بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. إلى ذلك كشفت بيانات طبية كندية أن معدلات الإصابة بالتهاب القلب ارتفعت بين الذين تلقوا لقاحة مديرنا المضادة لفيروس كورونا. وقال مسؤول الصحة في كندا أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبيا بعد تلقي لقاح مديرنا مقارنة بلقاح فايزر بيونتك. لا سيما في أوصات المراهقين والبالغين الذين تقلوا أعمارهم عن ثلاثين عاما خصوصا الذكور منهم. وذكر بيان لوكالة الصحة العالمية الكندية أن أغلب المصابين بالتهاب القلب عانوا من أعراض خفيفة نسبيا وتعافوا بسرعة. مضيفة أن تزاود خطر حدوث مضاعفات في القلب تظهر بشكل كبير بعد الإصابة بكورونا. أعلنت شركة الأدوية الأمريكية ميرك أنتكو التخطيط للحصول على إذن طارئ لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم. بعد أن أظهر عقار مونو بيرافير نتائج مقنعة في التجارب السريرية. وقالت الشركة الأمريكية أن حبوبها التجربية لعلاج كوفيد-19 خللت من معدل دخول المستشفيات والوفيات إلى النصف لدى الأشخاص المصابين حديثا بفيروس كورونا. وأنها ستطلب قريبا من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة وحول العالم التصريح باستخدامها. وفي حال تمت الموافقات عليه فسيكون دواء شركة ميرك هو أول ظهور لعلاج كوفيد-19 عن طريق الحبوب. وهو تقدم كبير محتمل في الجهور المبذولة لمكافحة الجائحة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن الدكتور محمد الحاج الباحث الرئيس في العلاج المناعي كلية الطب جامعات كاردف. أهلاً وسهلاً بيك دكتور في البداية ما مرد وأسباب هذه الأرقام المرتفعة بعدد الوفيات حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا؟ أسعد الله مسائك وعد ومساء السادة المشاهدين. بالنسبة للأرقام التي تشير إلى الوفيات حول العالم. نعم الرقم تجاوز العتبة الخمسة مليون. والسبب في ذلك يعود إلى بطء حملة التطعيمات في مناطق مختلفة حول العالم. لو نظرنا لأرقام التطعيمات سنجد أنه حوالي 6.3 بليون جرعة تم توزيعها حول العالم. حوالي 2.6 بليون جرعة أو 2.6 بليون شخص تلقى جرعتين من اللقاح يعني تطعيم كامل. ولكن بقية سكان العالم وبقية مناطق العالم لم يتم فيها إجراء حملات تطعيم كما ينبغي. القارة الأفريقية مثلا فقط 15 بلد من أصل 54 بلد أفريقي تجاوز فيه التطعيم عتبة 10% من السكان. وهي أرقام ضعيفة جدا إذا ما قرنت بأوروبا مثلا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كل هذه الأرقام التي تشير إلى بطء حملة التطعيمات في مناطق حول العالم. ستسهم بشكل أو بأخر إلى ارتفاع أعداد الوفيات. لك ظهر حديث عن عقار جديد هو مونو بيرفير. كيف يعمل ولمن يعطى؟ ما هي المعطيات المتوفرة لديك حوله؟ نعم شركة ميرك حقيقة في سباق مع شركات أخرى مثل فايزر وروش أيضا لإنتاج علاج فاموي لكوفيد 19. بمعنى أن هذا الدواء يعتبر أحد المضادات الفيروسية الذي يعطى للأشخاص الذين تعرضوا لكوفيد 19. وهو يؤدي إلى التخفيف من المضاعفات وأيضا التخفيف أو تقليل نسبة الاستشفاء. بالإضافة إلى الحاجة إلى العناية المشددة. وتاليا إنقاص نسبة الوفيات. هو إحدى العلاجات الفموية في الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة المتحدة. هناك علاج مضاد فيروسي أيضا يعطى عن طريق الوريد. ولكن هذا العلاج الذي طورته ميرك وتقوم بتطويره أيضا فايزر وروش. هي علاجات فموية ستحدث على ما أعتقد نقلة نوعية في علاج مرضى الكوفيد 19 داخل المستشفيات. متى ممكن أن يطرح في قيد الاستعمال؟ بالنسبة لميرك. ميرك ستتقدم للترخيص لهذا العقار في الأسبوعين أو الثلاثة القادمة. وبالتالي نتوقع أن يحصل على ترخيص طارئ خلال نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم. أيضا فايزر ستنتهي من التجارب السريرية. وستتقدم أيضا بطلب الحصول على إذن ترخيص طارئ مع نهاية هذا الشهر. هذه التوقعات المبدئية. دكتور يتم أيضا الحديث عن ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب القلب. خاصة لمن تلقوا لقاح موديرنا. هل يقلقكم من الناحية الطبية هذا الخبر؟ يعني هل العراض تكون؟ ماذا بالنسبة للعراض؟ بالنسبة للقاحات الكوفيد 19 هي كغيرها من الأدوية. ليس هناك دواء في العالم بدون تأثيرات جانبية. والآن التركيز على التأثيرات الجانبية ونسبتها يأتي بسبب تركيزنا الشديد على هذه الجائحة. وكون هذه المطاعيم واللقاحات تستخدم للمرة الأولى. ولكن هذه التأثيرات الجانبية ليست تأثيرات شائعة. وهي تأثيرات لا تتفوق على الفائدة التي نجنيها من إعطاء تلك المطاعيم واللقاحات. وهي الوقاية من الكوفيد 19 أو الحد من المضاعفات. وتاليا تقليل نسبة الوفيات. ما حدث هنا كان متعلق بلقاح مودرنا. لقاح فايزر مثلا نسبة حصول التهاب العضلة القلبية أو التهاب غشاء العضلة القلبية. أقل من ما نشاهده مع المطاعيم المرتبطة بمودرنا. كان ذلك مشاهد في الفئة العمرية من 18 حتى 24 عاما. وهو ما نصحت به إحدى المقاطعات الكندية أو إحدى الولايات الكندية بأن يتم الاعتماد على لقاحات أخرى أو مطاعيم أخرى هنا. عوضا عن هذا اللقاح لهذه الفئة العمرية تحديدا. يعني هي إجراءات احترازية تتخذها السلطات الصحية المحلية في الدول. كل حسب نسبة التأثيرات الجانبية المشاهدة لديه. ولكن هل هذا يقلل من قفاءة اللقاح الذي طورته مودرنا؟ بالتأكيد لا. لقاح مودرنا فعال. وشاهدنا الفعالية ليست فقط في التجارب السلطاتية. وإنما من النتائج التي حصلنا عليها من أرض الواقع. من حيث الوقاية من ألكم المتج. هل تزيد من فعالية لقاح مودرنا أو حتى أي لقاح آخر الجرعة الثالثة؟ ما مدى نجاعتها؟ وهل أيضا تشجع على أخذها؟ ولمن تحديدا؟ سؤال جميل. أنا شخصيا أخذت الجرعة الثالثة الدائمة. لدينا هنا إثبات علمي أن الجرعة الثالثة الدائمة كما أظهرت التجارب على لقاح فايزر ترفع مستوى الأضاء في جسم الإنسان بمقدار خمسة حتى عشرة أضعاف. أنا كشخص يعمل من ضمن التواقم الطبية تلقيت هذا اللقاح. أيضا المتقدمين في السن ذوي الأمراض المزمنة وأولئك المثبطين مناعيا جميع هذه الشرائح العمرية أو المرضية هنا تم نصيحتهم بأخذ الجرعة الداعمة الثالثة. يعني كل التواقم الطبية أولئك الذين على تماس مباشرة مع مرضى الكوفيد 19 بالإضافة إلى المتقدمين في السن ذوي الأمراض المزمنة والمثبطين مناعيا أو الذين يعانون من أمراض مناعة مزمنة. كل هؤلاء الأشخاص مدعوون لتلقي الجرعة الثالثة الدائمة. ما هي المدة الأمان التي يجب أن تفصل بين هذه الجرعة وبين الجرعة الثانية لأي لقاح؟ عادة بعد ستة أشهر ينصح بأخذ الجرعة الثالثة الدائمة. هي من ثلاث أشهر حتى ستة أشهر. نعتمد على جرعة الستة أشهر هنا حتى يتم تغطية الفئات العمرية الأخرى بالجرعة الثانية والحصول على كامل التطعيم. وبالتالي هنا نقول ستة أشهر هو الوقت المناسب لأخذ الجرعة الثالثة الدائمة. يضاف إلى ذلك أيضا ما قمنا به هنا في المملكة المتحدة. من حيث دعوة المتقدمين في السن أيضا ذوي الأمراض المزمنة للحصول على لقاح الإنفلونزا. حيث أن أخذ لقاح الإنفلونزا بالتزامن مع لقاح الكوفيد 19 يعتبر آمن ودو كفاءة وفعالية لهذه الفئات العمرية وأيضا المثبطين مناعيين. هل كل هذه اللقاحات سوف تحافظ على نجاعتها ضد السلالات المتحورة؟ هل من مزيد أيضا من السلالات كما يبدو؟ التحورات والتفرات هو سنة عالم الفيروسات وهو أمر معتاد وأمر لن يتوقف. ولكن ما نأمل حصوله هنا هو الانتقال نحو سلالات ضعيفة، سلالات غير قادرة على الانتشار وإحداث العدوى بشكل كبير. حتى الآن اللقاحات ذات كفاءة وفعالية في مواجهة السلالات المنتشرة والموجودة حاليا بما فيها السلالة دلتة وهي الأكثر والأسرع اندشارا. وبالتالي لا نعتقد بوجوب تغيير تركيب هذه المطاعم واللقاحات حاليا لازمنا نستعمل لقاحات قادرة على التعامل مع هذه الجائحة. ونعتقد إن شاء الله أنه مع حلول الفصل الربيع سنكون قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى في مواجهة هذه الجائحة. ونأمل بظهور سلالات تكون ضعيفة وتكون بداية وفاتحة لتلاشي هذه الجائحة بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور محمد الحاج الباحث الرئيس في العلاج المناعي كلية الطب جامعة كاردف. شكرا لك. في نهايات المسائية نشكركم على طيب المتابعة. نلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.